السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في مطباق وصفاتي اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فاطيرة بحجم هائلي كجيلديدة بزاف و سريعة في تحضير ديالة بنسبة الفطيرة دياليوم غنحضرها ان شاء الله بدون حليب كذلك غنحضروها بدون زبدة ولا زيت نباتي و واحد الحشوة اللي كجيلديدة بزاف حتى هي غنحضروها بدون لحوم بصراحة يا احبة بنسبة لها الفطيرة هادي فهي من اسرع و الاد الفطائر اللي يمكن لكم تحضروا مكيا الفطار بدون اختمار كتخمروا بغير مرة واحدة و كيجيوه شاشين و رطبا من الداخل المهم يا احبة ايمن طاوش عليكم بزاف قبل ما انتزول الوصفة ديالنا ما تصبحلوش عليها بلا راكت ديالكم باش دائما مقامح عليكم مع الوصفات الجديدة و المميزة كذلك لك تكتزوروا القناة ديالي الاول مرة مرحبا بيكم في مطباق وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات باش تصلوا دائما مكون جديدي و كما تعودنا دائما قبل ما بدوا اي وصفة منصوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد و دبا خليكم عن مقادير و كيفية تحضر بسم الله على بركة الله في الوصفة ديالي ان شاء الله غنحتاجوا المكونات اللي بساطين و اقتصاديين كما كتلاحظوا معي هنا غنحتاجوا الكأس ديال الماء الدافئ ما يعدين 150 مليلي لتر كذلك غنضف عليه ملحقة كبيرة غير مملوئة بخامرات الخوفز ولا الحميرة الفورية كنحركو كي هاد الخامرات ديالنا مع المحتة كيدبو الحبيبة ديالا و غنضيف عليه مبيض بيضة و كنحتفطو بالصفار كذلك غنضيف ملعقة صغيرة غير مملوئة بالملح بالنسبة للملاح كتبقى على حساب الدوق و كذلك غنضيف 4 كاس ديال زيت زيتون ما يعدين 37 مليلي لتر اللي ما توفرتوش على زيت زيتون يمكنكو ما كيتعوضوه بزيت نباتي يعني ما كان حقدوش الوصفة ديالنا كذلك كنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال السكر بالنسبة للسكر كي يبقى اختياري مكلكم استغنوا عنو يعني ماشي ضروري المهم في المرحلة هادي كنحركو المكوينة ديالنا مزيان حتى كيندمجوا مع بعضهم و غنبدأ و ان شاء الله نضيفوه في الدقيق بالنسبة للدقيق غنحتاج 4 ديال الكووس اللي هي 400 جرام كما كان ذكلكم دائما بالنسبة للدقيق ديالنا كان غرب له يعني كان نخله والكووس كان عمرهم غير بالملعقة يعني الكووس ديال الدقيق ما كان ضغطوش عليهم باش هكايك يخرج معنا القياس هنايا بالنسبة للعجينة ديالنارة ما كان دلكوهاش كان عجنوها غير بالاطراف ديال الاصابيع و كذلك كما كان ذكر لكم دائما اللي بغيتوكي الفطائر ديالكم جوقو مشاشين و خات عجنهم غير بالماء السر هو العجني يعني ما تعجنوش الفطائر ديالكم يعني عفوا ما تدلكوهمش يعني من يتكلك قات عجنوهم هكا يدخلوا فيهم مكونات غير بالاطراف ديال الاصابيع حتي اختفى معكم الدقيق و هكا يكونوا اكيدين بان الفطائر ديالكم غيجيكم الشاشين و رطبين وفتيين اكيام الداخل و خات عجنوهم غير بالماء المهم يا احبائي كما اذكرت لكم بالنسبة للدقيق غنحتاج الاربعة ديال الكووس ولكن في الاخير يعني كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق كان دقيق اللي كيتشرب و كان لو كذلك الحجن ديال البيضاء غير هي ضيفوا الدقيق ديالكم غير شوية بشوية بشكية تحكموا في العجن ديالكم في الاخير خصنا نحصلوها كيب لوح العجنة اللي كتكون رطبة ماشي خفيفة و في نفس الوقت يعني ماشي القاوام ديالها قاسح كما كتلاحظو معي كتكون حالة شكال هدايا عجنة رطبة المهم بالنسبة لكمية ديال الدقيق تقريبا قاتلية كيبقى منا واحدة ملعقة و خا كيكونوا عنا المقادير مضبوطين كما كان ذكركم يعني دائما كيكون كي الاختلاف يعني ملعقة ديال الدقيق ولا جوج دائما كيكونوا كي زايدين ولا نقصين هنا يا رجنة ديالنا كندهنوا بشي ديال زيت نباتي كذلك هنغطي واحد قطعة ديال بلاستيك و قطعة ديال توب و غنخلوها ان شاء الله تختامر و في هذه المرحلة هدي غنضوز نحضر معاكم واحد لحشوة اللي كديل ديالة بزاف وسريعة بتحضر دياله و حتى المكونات ديالة بساطين عندي هنا يا حبة ديال الباصال اللي كنقطعوها طرفات صغار و كنضيف عليها جوج ديال ملاعق كبار ديالة زيت زيتون كما ذكرت لكم من قبل يلي ما كنتوش كتوفر على زيت زيتون كتديروه زيت نباتي شوية ديال ملح و كنخليو الباصال ديالناحطة كتشحار على شغلة اللي كتكون كيمة وسطة مع الاستمرار في التحريك و من هنا كتشحار الباصال كنضيفو عليه الفلافيل فأنا عندي هنا يا فلفل الوان يمكن لكم ديرو غير اللون واحد و الكمية كتبقى على حساب الضغطية لكم فأنا درج جوج ديال حبات حمرين و جوج خضرين و غنضيف عليهم التوابيل عندي هنا يا نصف ملقعة صغيرة ديالة سكنجبيل و زنجبيل كذلك بالنسبة ل الخارقوم و الكوركوم و الفلفل الاسود ولا الابزار ما كان كتروش يعني هو والبودرة ديالة توم بالنسبة لبودرة ديالة توم و لو انتو فرتوش عليها بلا ما تديرو تومات ريا لانها كتجي مجهدة بزف و هذا في رمضان يعني كنحاولو كين بعدو عندهم كذلك كندير واحدة رشة صغيرة ديالة زعتر اللي كتبقى اختيارية و لكن بصراحة كتجي كيالديدة خصوصا مع هذه الحشوة هادي جربوها و غتعجبكم المهم كتستمر في التحريك حتى كتتعليك الحشوة ديالنا و ديالة الفلفل كيطيبة كنهزو كيو حلقة عدية الفلفل كتبنة طايبة فهذا المرحلة هادي غنضيف جوج ديال القيطع ديال لجوب المتلات ولا الفورماج فهذا هوستر لي كيخليك الحشوة ديالة يكون جيبنينا و كيجيك في واحد لماطق مختالف ننصحكم جربوها الحشوة هادي و خب سيطا كجيلي دا بزف كنحاولوها كين معسو و ديالة القيطع ديالة جوب مزيان و يعاد كنحركوها كيالحشوة ديالنا و هكا كتكون الحشوة ديالنا صبحة جاهزة بان شاء الله نخليها تبرد و غندوزول عجينة و هكا يرتاح المرة الثانية في حالاتها كيالكتو كتترحو العجينة ديالكم وبانتلكم كتتلتساق شوية كتدر دروع لها شوية ديال الدقيق مهم بالنسبة لها للجينة هادي فهي رطبة و مساعدة كيال في الخدمة ولا بانتلكم كتتلتاق كتديرو شوية ديال الدقيق و كنحاولوه كيان سرحو العجينة ديالنا لشكل اللي كيكون كيال مربع ولا كيال مستطعيل و كنجيبك على الميستارة و كنحاول نقطع العجينة بحالة شكل يعني كلها خمسة سنتيم كنديرك واحدة رشيطة كم يمكن لكم كيتقطعها غير بشكل عشوائي يعني غير بالعين ديالكم و كنبدأ كنقطع العجين بحالة شكل يعني أشريطة كيكون فيهم كما اذكرت لكم خمسة سنتيم كم يمكن لكم ديرو ربعة ولا ثلاثة كما حبيتو و كنلف العجينة فاتيجة هدايا يعني كنهزوا القطع ديالعجينة و كنلفوها بحالة شكل فطريقة رواضحة مع لكم إلا تتبعوا جميع الخطوات و صراحة بنسبة لفطيرة هادي كجيل ديالة بزاف وسريعة في تحضر ديالها يعني ما كتحتشك كي نخمروها لمرة تانية و احتى بالنسبة لحشوة يعني بسيطة و في نفس الوقت كجيل ديالة بزاف لهذا نصحكم جربها في هاد الفطار المهم هنهي الحشوة ديالنا كتكون بردت كنضيفو لها كشوية ديال الطن ديال الزيت اللي كنصف فيه و هم داك الكمية ديال الزيوت اللي كتكون فيه كذلك مرحلة معي ضيفة واحد جوج ديال ملاعق كبار ديال زيت والأخضار الكمية كتبقى على حساب الدوق ديالكم و هاكا الحشوة ديالنا تكون صفحة جاهزة كنديروها كيه في طرف ديال العجين و هنحاولوها كنسويوها بملعقة كذلك فضل مرحلة هادي غنزيد نضيف واحد جوج ديال القطاع ديال جبن المتلات غير من الفوق كميم كلكم تكتافي و غير ذاك الكمية اللي درتوها في الول فبصراحة بنسبل ها القطاع اللي كنديروها كيامل فوق مني كنجيو و كنتناولو الفاطيرات ديالنا كاللقاو المعضة ديال الجبن و في نفس الوقت يعني كاللقاو ذاك القطاع ديال الجبن يعني كيجيو بعيني و في الاخير يا احبائي كيبقى على حساب الدوق ديالكم من بنسبل الفاطيرات ديالنا كنلفوها بحالي شكل هدايا و من بعد كندهنا بايض ديال بايض باش داك الاشريطة و لدك الطرفة ديال العجين كيلتسقوا معانا و مكين تزعوش يعني من بلاسة ديالي يعني في البلسة عليك هنحطوهم كيبقاو و كنحولوها كيهاد الاشريطة و نديروه بحالي شكل ما الفوق و كندخلهم من تحت العجين المهم بنسبل طريقة ديال خدمارة باينا لا داعي للشرح و كنحولوها كيا نجمعو العجين ديالنا و لكنديروها كعلي شكل سيوار بحالي شكل وكن تبدو الطرف دياله عجيم حاليا شكل هدا يا فهد المرحلة هادي كنديروك على حلقة عدية الوراق كما يمكن لكم ديروها مباشرة في الطاول اللي غد دخلوها الفران فانا غير مع الخدمة كنبغي كنبي لكم جميع التفاصيل المهم بالنسبة لعجين ديالنا كما اذكرت لكم فهد المرحلة هادي ما كنخمروهاش المرة التانية كنخمروها غير في اللول مباشرة كندهنوها بسفر ديال البيب اللي احتفظنا به كنضيفو لك شوية ديال الخل وكذلك غنزيناكها بالحبة السوداء وشوية ديال جنجل الابيض ونبعد ان شاء الله غندخلوها الفران اللي كنكونش عالتو من قبل كنحطوها في الجهة الفق نياب حيت كتكون نرمل تحت وكنخليوها الطيب على شوية اللي كتكون متوسطة يعني ما تكونش مهيلة بزاف وفنص الوقت يعني ما تكونش مجهدة حتى كتطلع فيها التحميرا وكتبنى كيبدت كتتحمر من الفق واحد كنحبطوها كل تحت داخد ديالوين الذهبي وهذا يكون شكل ديال الفطيرة ديالنا بعد ما طابت دب ان شاء الله غنحل معكم باش شوفوا الشكل دياله من الداخل اذا صراحة بنسبة لها الفطيرة هذي نصحكم تجربوها كجي لديدة بزاف وسريعة في تحضير دياله وكتجي كي عامرة بالحشوة من داخل حتى بنسبة لها الحشوة صدقوني كجي لديدة بزاف وخابيدو اللحوم كتجي اكتر من رائعة المهمية يا حبائي هكا مبقى لي الا نودعكم تمنى ان شاء الله تنالاعجبكم الوصفة دياليوم وتحضروها انتقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية مع السلامة